المهندس عدلي أشار من شوية ما يخص نظام النادي لأهلي الكل بيلتزم بالنظام وتقاليد النادي عشان كده ما حدث من لعبة كرة المية فريق لأهلي لكرة المية كان بلعب مع الجزيرة مباراة مهمة وحاسمة في بطولة الدوري حدثت اشتباكات حدثت انفلاتات كتيرة جدا خناءات ضرب خروج عن كل الحدود تحاد السباحة النهاردة أحال كل الأطراف للتحقيق بس قبل ما اتحد السباحة برئاسة الأستاذ ياسر إدريس يأخذ هذا القرار كان رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب يأخذ القرار مع الكابتن رعوف عبدالقادر المدير النشاط الرياضي بإحالة كل لعب الأهلي والجهاز الفني اللي كانوا متواجدين الجميع يحالوا للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية في النادي وبيأكد رئيس النادي أنه لا تجاوز بالمرة ولا تهاون مع أي خروج عن تقاليد النادي وتمثيله شوف أستاذ الزبراين عشان الناس تفهم وأولهم الموجودين داخل النادي الأهلي منظومة النادي الأهلي لم يقدم لفريق دعم كما قدم لفريق قرة الماء تحديدا يقولوا واحدة من أفضل فرق العالم عملت معا معسكر مشترك هنا وربما ده اللي أوحى لهم أني لا أبدا من عملت معسكر وسافرت بره عملت معسكر لا ده أنا كرة بقيت زي بارتزان بارتزان لا غزلافيا ظن ما هو بقيت في السربة على ما شعرف آه في السربة صحيح آه تعملوا مجهودكو والطفيق من عند الله سبحانه وتعالى إحنا باللعب منافسين أيضا يستعدون ما إحنا شو باللعب هوى لما يحصل إساءة للنادي الأهلي قوى حد فيك وتصور أن التحقيق معاه ها لا يستوجب الأمس والغضب وأنا ده أنا للأهلي أنت بتنصر الغريب عليك لا لأنك أنت لما تشوف البيان بتاع نادي الجزيرة الذي يكن للأهلي احترام كبير جدا معظم أعضاء نادي الجزيرة أصلا أعضاء الأهلي السابقين وبعضهم حاليين لكنهم مجروحين في ناديهم وحصل خناقة ربما يكون الأهلي على فكرة ممكن يطلع في الآخر إنه كان رد فعل أنا معرفش التحقيق أنتعي إلى إيه لكن لازم التحقيق لازم بالنادي حسنا فعل الكابتو الخطيب وعلى فكرة أنا كنت في مكان ما النهاردة والشخص عند مدير أحد البنوك وهو صديق لرئيس نادي الجزيرة وكلمني قال لي يعني عمربي جزارين وكان مستاء لكن مكالمة الكابتو الخطيب له يعني حسنت الموقف جدا والراجل مقدرها هو الكابتو الخطيب بيعمل كده ليه لأن إذا كنا مصدقين إن إحنا نادي القيم والتقاليد وإحنا نادي القيم والتقاليد طبعا مش هنسمع لحد يخدشنا في الحتة دي طيب ترجمة نانسي قنقر